لعبت انت فريق اول اول مباراة ليك فاكرها بالاس بالاس مع الماولين مع الماولين حلو كان ميستر مايكل المبارك لا لا كانت رعبين من حاجة مايكل جي 82 الفترة بقى ما بين صعودك الفريق الاول حتى 82 الفترة دي انت كملت فيها بشكل جيد في المبارك العرب اكيد امت روحت لمنتخب مصر 82 اما خدنا كاس افريقيا اه طبعا عبدو خد 9 مننا 9 لعيبة اختار 9 لعيبة كنا 9 في المنتخب في الفترة دي دي كانت احلى فترة من العرب فين احلى فترة من اول 81 اللي خدت فيها طول افريقيا والدور العام اه خدنا اتنين افريقيا ودوري وربعة اه كان الدور الابطال مش كاس الكووس لا خدنا الكونفدرالية الكونفدرالية مرتين ولا مرة مرتين واربعد احنا احنا خدنا كابتن طارق تلاتة اتناشر اتنين وتمانين كاس افريقيا تلاتين خمسة اتنين وتلاتة وتمانين خدنا الدوري عشرة اتناشر اتنين تلاتة وتمانين خدنا كاس افريقيا التاني يعني لحمنا فترة مش كبيرة يعني افريقيا دوري افريقيا طيب ايه الاسباب اللي انتو وصلتنا لكده اه يعني انتو تيم اه انت بتقول اسماء كبيرة جدا وانا لعدتو تدوكو كتير اكيدة كبت لكن ما شاء الله الفرقة دي فرقة كانت تخوف بمعنى صح معنى صور ليه هي كمان طبعا مرحوم نصر محمد علي طبعا نسينا نقول اسمه طبعا ده حاجة من جبنه والله كبت الشمال الجاملين جدا الاسطور هو اول واحد حمد نوح طبعا حاجة جميلة احمد خليل اخو اسامة ومحمد يونس محمد وحيد مراد طبعا طبعا علاء خليل جمال سالم عبر رحمان الله رحمه عبودة نبيل ابراهيم قول له زمزم مجد مصطفى علش حاتة زيزو اه ناصر ردوان ده ردوان ده البرنس البرنس الكطاع اه لا يعني ما شاء الله الفرقة دي فعلا حققت انجازات كبيرة جدا جدا في المقال العرب ايه السر هقول لك يا كابت بالاضافة للمكانات الفنية انا عارف بس ايه السر انك انتوا في الفترة اصالة بتتكلم فيها دي خدتوا بثلاثين افريقيا ودوري عام طيب انت قلت كلمتين جمال قوي ها يعني السؤال ده سألوا يعني شوف انت ان احنا النهار ده 22 الكابت اللطيف سأل الخواجة مايكل نفسي سؤالك ده تلاتة اتناشر اتنين وتمانين بالليل لما روحنا في فندق ما تقولش اسم احد الفنادي روحنا في فندق في المطار عملونا في الحفلة فطبعا اللي ارحمك عم لطيف كان هقول مقدم الحفلة فتا جيه الخواجة وكده قال له انا عايز نفسي سؤالك عايز اعرف ايه اللي انت عملته عشان توصل المجموعة دي لكده للمستوى ده اه والله اشوفي الايام بتلفز وانت سألت نفس السؤال اللي هو سأل ما هو لازم اسأل اصي يعني اما انا بقولك يا سبحان الله نفس السؤال يعني عام اللطيف سأل بس الدور ده يعني احتكار زمانك واهلي اه الفرقة تخش يبقى اكيد فيها في حاجة في حاجة ايه هي فالخواجة في صراحة رد على الكابتل لطيف قال له يا مستا اللطيف انا عملت حاجة واحدة بس عملت حاجة علت العمل البدني ووظفت اللعيبة قال له بس قال له بس قال له ليه قال له لان انا مش هعلم حمد ينوح ازاي باسه ويجيب جود انا جيت لقيته جاهز مش هعلم ناصر محمد عالي ازاي عمل دريبلينج ويرفق وعمد يجيب جود لانه يجيت لقيت جاهز فلاقيت اللعيبة دي كلها على طبق من دهب مش فضة دهب فقال له اي حد في الوقت ده هيمسك الفرقة دي كان هياخد بها البطلة افريكا والدوري الراجل رد رد جميل يعني صحيح انت فاعتقدك احد اهم الاسباب ان هو علا البدني ووظف اللعيبة يعني انا كنت فترة انا جوكر انا فترة كنت معكاتل من الحاجة جوكر ألعب بكرايت ألعب سردباك ألعب هباك ألعب فرود انا كنت معكاتل من ألعب اي حاجة انا كلمك بجد مع كابتن بدو الله رحمه مع مستر تومسون كان يعيزني فرود ألعب هباك ألعب ديفندر ألعب بكرايت ألعب قال لي انت هنا زين ألعب فخلاص طيب سوان يا كابتت فاضح قبل مانت فجي خواجة قال لك كابتن جمال العقاد قال له جمال سالم من النهاردة هنا لبرو وعليها بس خلاص شافك أراك أراني قدراتك كابتنا انا كنت على طول المرمي في ناديز زمالك اتفرج على التمرين وأنا بقال لعب الموليد اتفرج عليكم من الصورة دي كمان جميلة جدا ما شاء الله وعلش حياتا هو والبرنس فوق خالص جمال عقاد اه كان AB يا برنس بتاعنا ده كابتن طبعم اما ليه هو موجود جمال اه موجود مولاي ده طبعا نا عبدالاحد وآآ. كابتن عسامة عباس. عسامة عباس. وكابتن لطيف جنب هو. آه. وكابتن لطيف جنب هو. نبيل ويونس وغلبل وحمدي وقلة وزمزة ما الله يرحمه واحد. ده يونس عجوز برضه. يونس انا فكرته. يعني جيل آآ قريب كده. يونس موليد واحد وستين يا كابتن. قدي يعني. آآ يونس موليد واحد وستين. بعدية. مش باني علي ابن الذين. آآ يونس. رب ما عدينه الصح انا مش بقره ولا يا يونس. لا والنس موليد. موجود في الجهاز الوقت. موجود مع عودة. مع عودة آآ. ومن ناس الجميلة يا كابتن. صحيح. آآ من ناس الجميلة. مم. فقال له يا كابتن يعني انت كذا كذا. قال له بس قبل ما 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 نخوض في الكلام. مش هادم حق اي مدرب قبل مني اشتغل مع الناس دي.